ارد على اسئلة حضراتكم يا جماعة مصطفى يونس اصل الحكاية وفضحة مصطفى يونس اسماعيل غلاب الوزير يا استاذ اسماعيل مش عاوز اتكلم في الموضوع ده والله والله ما عاوز اتكلم في موضوع مصطفى يونس لان انا زعلان منه من حاجة اقول لكم انا زعلان من ايه ما يبقى تنين لعيبة عاشوا مع بعضوا منه هم يعني في مرحلة التفولة 16 سنة اقول الصبية ليه هذا العمر كل واحد في معانه 67 سنة يعني مصطفى يونس النهاردة 67 سنة ونيجي النهاردة نخطف بعض ونشوه صورة بعض طيب عفوا يعني كلنا على اعتاب الموت كلنا ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال الى حال كلنا على اعتاب الموت طيب النهاردة الناس تيجي وهي كبيرة وهي بعدها انشاخت وبقت في مرحلة الشيوخ ومرحلة الجد تخط في بعضها وتغلط في بعضها ومصطفى يونس يقول انا مش كداب ويطلع يقول لك اهو بيقول كذا وسامع الفتاح كاتب كذا تم انت اللي كنت قيل لي سامع الفتاح سامع الفتاح حين يرزق زي منا الصحف اللي في الميزة ان هو قال له كان خنائي على الشارة وكان هيدوكو تدى الشارة للخطيب وحصلت ازمة وهو شاف سامي في الجنينة قال له يا سامي خلي باكدر الخطيب بيهدد بالاعتزال بسبب جورجي الحسن اول حاجة ده موضوع يعني اول انت بتتكلم على لسان حد انت بتتكلم على لسان حد الحد ده ما قالش الكلام ده انت طالع تقوله كانك انت خلاص كلامك مصدق وبتجيب المنشط تاني وبتقولها لما بجدبس طب يا سيد انت حتى لو ما بتجدبس هل هي الفكرة انك انت لما تتقارب مع الكابتن اكرامي يبقى لازم تتنافر مع الكابتن محمود الخطيب ما هو الكابتن اكرامي اللي كان بيتدخل عندك عشان تخف على الكابتن محمود الخطيب وما تهجموش وتتصلحه فالمسألة اللي لا يا صعبان علي فيه ان المسألة انت بقيته سواء ستين سنة لما النهاردة تبقى بتزعر صديق عمرك وبتخط فيه وبتحاول تشويهه امام الملايين في جميع انحاء العالم هل ده بطولة بالنسبة لك هل ده حاجة كويسة بالنسبة لك هل ده انت عملت انجاز كبير ولا هي الفكرة انك انت عاوز تجامل اكرامي عشان رمضان صبحي ما انت بتقررهم الاتنين مع بعض ما فيش حد فينا قديس يا استاذ فيش حد فينا قديس ولا حد فينا ملاك وكلنا بشر نصيب ونخطئ واللي بتعمله مبارح بتتعلم النهاردة من خطأ مبارح بتقول مش هعمله بكرة لا ما فيش حد فينا قديس ولا حد ملايك كلنا بشر والخطيب لهو ملاك ولا هو قديس والمفرد ده مرفوض تماما على اي بشر لان احنا خلقنا لنصيب ونخطئ خلقنا لنعصي ونطلق ونستغفر خلقنا لنتوب ونعبد هي كده جزء من العبادة التوبة ان الله لا يفرحه بتوبة عبديه يعني ما واحد يبقى عاص ويتوب كده فلما يبقى النهاردة كانت المصطفى يومي السبعة وستين سنة ولا تبانية وستين سنة وبدور على خطأ لصديق عمري زي ما انا بقول او بحاول اشوهه او بقول طب خلاص هو زيه زي رمضان صبحي ايه يا عم الكلام ده ايه يا عم الكلام ده ايه يا عم الكلام ده افترض نبص في المراية ونشوف الشهر الابيض ونقول عيب لنفسنا محدش يقول هنة لان النهاردة يعني يعني الناس هتموت وانت كلنا هنموت فبالتالي النهاردة كابتن مصطفى انا عارف انه بيحب الخطيب جدا بس بتحبه في ايه وانت عملتش اوه فيه يعني بتحبه ازاي وانت عملتش اوه فيه ما خلاص يا كابتن ده انت اللي قلتلي زمان ان انا مش هكرر غلطتي لما تصلحت مع كابتن الخطيب في الانتخابات الماضية دي لا اللي قابله قلت يا معاتي خلاص انا مش هكرر غلطته وبتاعه ما بقاش في العمر قد اللي راح ولازم الواحد يحافظ على اصحابه وعلى حياته وعلى كذا كذا يجي النهاردة حد يسخنك تقوم انت تسخن وكلام من ده ده امر ما يصحش تماما 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 تاني حاجة والاهم هو كابتن الخطيب بيجيب سريت حد منكم هو كابتن الخطيب بيتعرض الى شخص اي منكم هو كابتن الخطيب بيغلط او بيتجاوس فيكم سواء انت او جمال عب حميد او غيركم الراجل ساكت كافي خير وشهر بيدير النادي وبيتواصل مع اصحابه ومع حبيبه ومع كل الناس لكن هو حتى قبل كده لما بعتلك رسالة وبيقول لها يعني عتاب انت طلعتها على الهواء فما ينفعش الكلام ده كابتن مصطفى فازي المرحلة السنية ما ينفعش فاش حد يسخنك على صحبك وعلى صديقك وكده لان ده خلاص ما بقاش في العمر قد اللي راح ما بقاش في العمر قد اللي راح وانت عفوا انت بتتكلم باسمه ليه موحين يرزق يعني واحد يقول ابو المعاطي قال او الخطيب قال تم ابو المعاطي عايش والخطيب عايش لو هو عاوز يقول هيقول فما ينفعش في هذه المرحلة السنية انك انت تبيع الدنيا تبيع الاصحاب النهاردة دنيا بكرة اخرة النهاردة عالارض بكرة تحت الارض فما عادش ينفع انك انت تعمل ده انا بكلمك يعني يعني بشكل اخوي ما تخليش حد يستغلك ويستغل اندفاعك ما هو سمع الفتاح الناس اللي كلموه قال لهم ده كان مصطفى انوس اللي ايه للخبر ده عشان كان فيك نقع عشارة وقتها وفي نفس العام عملنا تكريم للخطيب ودناله درع المسك احسن لعب عشان نصرح ان الكام ده كان غلط طيب انت بتقول كلام على لسان زيزو طيب ما كابتن زيزو عايش ورجل محترم موقمة كبيرة واخلاقات كبيرة ثم افرض افرض ان فيه لعيب جيه في الفرقة وانت نفسك او غيرك قلت انا لا لا اللعيب ده طريق صفقة مضروبة بياخد فلوس اختر مني وانا عاوز زي ايه المشكلة ايه المشكلة افرض انك انت نفس ده انت قلت انا بيع مش عارف مين عشان اخد الفلوس بتاعت مين ما ينفعش عيد الكلام ما ينفعش عيد الكلام لان الكلام اللي انت قلته يدينك ولا مش طالع عشان ادينك انا طالع عشان اقول لك حافظ على عشرة العمر حافظ على ما بقي من علاقات انت خسرت حد زي كابتن حسن حمدي واخرين ودلوقتي مصر انك تخسر الخطيب ما بتسيبش حتى مساحة للصمت ثم العودة في العلاق وانتم اصحاب واخوات طب اصحاب واخوات وبتشرحوا على الهوى لا طبعا ما ينفعش ما ينفعش خالص نفعش بالمرة نفعش بالمرة فانا بقربق بك انك انت لتا دفع ما تمشيش ورا الناس اللي بتسخنك ما تمشيش ورا الناس اللي عاوزة تستغلك عشان تجمل صورة رمضان الصبح رمضان الصبح خلاص ميشي ما يمسي وربنا وفاقه وربنا وفاقه لكن انت مارد لا ده الخطيب زي رمضان الصبح يا راجل عيب يا راجل يا راجل عيد ما يصحش كده. وما يصحش يقول المنشتة ها. وبش عارف ايه. وانا ما بكذبش. وتنزع صفحي ده. ما ينفعش. ما تخسرش الناس. ما تخسرش صاحبك. ما تخسرش صحابك. احنا خلاص ما بقاش في العمر قد الراح. اعمل حساب لولادك. ايوة. يعني النهاردة بعد ما ربنا ننتقل رحمة الله كلنا. ايه واحد يقول لك والله ده ابو كان طيب والله ده ابو كان محترم والله ده ابو كان كزا والله ده ابو كان كزا. فانسيب الامور دي عشان نسيب لها راجعة. ما نقفلهاش بضبة ومفتاح. امام عيالنا وامام انفسنا وامام اهلنا وامام كل حاجة. والخطيب ما رتطلعش انبقوا لعيبة. انت مصمم ليه انك انت كل شوية تضغط 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 تضغط. مصمم ليه انك تفتح ده فاتر مقفولة بقالها اكتر من تلاتين سنة ولا خمس تلاتين سنة جورج الحسن جورج الحسن يا عم ما طلع صفقة مضروبة يا سيدي بنرجع تاني على ان هيدوكودي كان عاوز زد الشارع للخطيب ومش عارف ايه وانت صربت خبر كل ده كلام فارغ كل ده راح اللي هيبقى هو حب الناس لكم اللي هيبقى هي دعوات الناس لكم مش هيبقى انك انت خدت كان بطولة هيبقى الاخلاق قبل البطول لان الاجيال بتيجي طب اتجي للحال مين اللي هيشاف فيه رفعة الفناجيل ولا مين اللي شاف فيه كابت انتقى اسماعيل لكن بيشوفوا راجل مقدم محترم زي الدكتور اسماعيل يحترموه ويقدروه ويجلوه طب ما تحاول تبقى كده ليه تخسر الناس كابتا زعب شافي مشي من النادي الاهلي ان هل النهاردة بنسمع منه كلمة بيخطأ في حق حد كابتا مصطفى عبدو بنسمع منه كلمة بيخطأ في حق زميل الناس بتحافظ على بعضها بتحافظ على العشرة لان النهاردة دنيا وبكرة اخرى اتمنى كابتا مصطفى انك تفوق لنفسك ولا تسمح لاحد استغلالك دمتم في امان الله سلام عليكم يردانكم ربنا سلام عليكم